وانا حر قبل ما آمن وانا حر آمن وما آمن وحر مآمن وحر ارجع غير فكرة زياد نجيم من اكتر الاعلانيين اللي اتعرضوا للانتقاد والمسائلة بتطهموا بالاستفزيز والمشاكسة هو بيقول معياره للحرية ما بيساع بميزان المجتمع والدين بعد ما تابعنا دكتور نجيم هالتقرير عن حضرتك عن جرقتك بلشت بمسع الحرية بدي احكيك انا من منطلق الحرية من 26 1995 بدأ الشاطر يحكي وقد ما كان مهم لهالسبب وقفته الالبي سي بالالفين وواحد ليه توقف؟ لانه ما فيها تحمل زياد نجيم والاثبات رجعت عملت غير برنامج مع صديقنا مالك مكتبه هو ذاته ونهار الاربعة وبنفس التوقيت هيدا اثباتنا القصة شخصية هل فرق بين اه اوكي هون يعني عم تحكي عن امر شخصي ولكن انا عم تحكي عن الموجود لا انا ما عم بحكي عن امر شخصي انا ما في امر شخصي بيني وبين الالبي سي الالبي سي كان عنده امر شخصي معي شأنه شأن كل التلفزيونات اللي اشتغلت معه شي كتير حزين انه اليوم بهالوقت هيدا بوقت الامارات غزوة النجوم بوقت اوروبا نسيت الثورة الصناعية وفرنسا لغية وزارة الاعلام بوقت اسرائيل عم تعمل مطر اصطناعي نحنا بعدنا عم نفكر اذا ممنوع او مسموح نحكي بكل المواضيع على التلفزيون بوقتها قبلت بيرفض من المجتمع من الدين او كان طبيعي اللي عم تحكي اذا سامعة باخر وباخر همه هيدا اخر همه اذا المجتمع والاديان كلها مجتمعة واذا الله كمان مع الاديان رفضني انا ما عندي مشكلة لانه انا بقول اذا الله موجود الله خلقني حر واذا خلقني حر انا حر اقبله وحر ارفضه وحر ايمن فيه اليوم وبكرة غير فكرة وبعد بكرة ارجع ايمن فيه واخر همه وما حدا بالارض كلها والقسطول السادس فيه اهم منه الامريكاني اللي بيغير جغرافية العالم ما فيه غير لفكرة وما حدا بيقدر يفرض علي رأي الا اذا كنت جدتة هامدة جبران خليل جبران من 80 سنة رفضوا المجتمع اللبناني وبالاخص المجتمع المسيحي التقليدي وكتب ابن رشد حرقت ما معقول مجتمع من مضيق جبل طارق الى دجلي والفرات يحرق كتب ابن رشد ويقدر يتقدم هيدا مجتمع ما بعرف مين خلقه بشك انه يكون الله خلقه لانه الله بيخلق ناس على صورته هيدا المجتمع عمل تيرجع لورا وتيرجع كل اللي قاطنين جواجه مين بيرجعه لورا لهيدا المجتمع مين بيرجعه برأيك لورا هو كل الناس يلي عقلاتهم متل ما بيقولوا بالفرنسي فوسيليزي فوسيليزي يعني شخص مغطى بكل مراحل التاريخ تحت المي او تحت الرمل او تحت الوحل يعني النفاق والتكاذب والازدواجي ورح يمرو الوقت مدام رح يمرو الوقت بعد 26 قرن مش 26 سنة هلأ مضى 26 سنة عبداية الشاطر يحكي رح يمرو 26 قرن وبعدنا عم نناقش اذا الحرية مسموحة واذا شي مسموح او شي مقبول او شي غير مقبول لانه ما حدا قادر بهيدا بهي الجغرافيا الكبير الممتدة من مضيق جبل طارق عم حدد وصولا الى دجلي والفرات قادر يتحمل الاخر المختلف لانه بده يلغي الاخر المختلف فيك تسميلي بالاسماء مين منع حلقاتك بده يبلش بحلقة الوراث السياسية على ال ال بي سي الوراث السياسية سجلناها مع الاستاذ وليد جنبلات الاستاذ وليد جنبلات تلفن لحدا قيم على الشاطر يحكي او تلفن لبير الضاهر مدير ال ال بي سي او تلفن لحدا لغيها اسوأ من هيك في حلقة كنا بنعملها عن الله اسمها وينك يا الله بالشاطر يحكي عنا صفحة أو نصصفحة بالنهار بصحيفة النهار بوقتها بعد عندي الصحيفة. إعلان. نعم. ما حبيت جيبها بس موجودة. نعم. واجينا تليفون من مقام ديني. ما بعرف مسلم مسيحي درزي يهودي ما بعرف. مين المقام الديني منعوا الحلقة تطلع الهواء مع أنه أعلن عنها بصحيفة النهار. بالشاتر يحكي? بالشاتر يحكي نعم. مين المقام الديني سمع? ما بعرف ما قالولي مسترجوا قالولي لأنه أنا ما عندي كبير. انا ما عندي كبير الا الحرية. بقى خافوا يقولولي وبعضهم خايفين له هلأ. وخليهم يضلوا عايشين بالخوف. شو كانت بتتضمن الحلقة. عن الايمان وعن الالحاد. والدستور اللبناني المعتر يلي جامع متل ما بيقول زيادة الرحبانة قرطة عالم مجموعين. هيدا ما بيتحمل كمان الناس يلي هني عم بيفكروا بقصة الدين والايمان والالحاد واللا قدرية. بعده الدستور يعني ما هو الدستور معتر. دكتور اه البروفيسور خالد عبدالفتاح. اليوم ازا طرحنا موضوع الايمان والالحاد. وطلع ناس قالوا نحنا ملحدين. طرحناه من ست سنين مع زميلك. صحيح. توني خليفة. وكان الشيخ فضيلة الشيخ معنا بالحلقة. بكل وضوح طلع ناس يعني من عامة الناس. وقالوا نحنا ملحدين وغير مؤمنين. شو بكون رد انا سبق قبل ما يدخل الدكتور زياد. انا اخبرتك بان الفكر الاسلامي يتسع لكل من يعتقد فكرة او نحلة كائنة ما كانت. كيف بيتسع يا خوضية الشيخ وبيكفر يلي بيقامن انه يسوع ابن الله وانه السلوس الاقدس هو يعني الاب والابن وروح الادس. فسر لي كيف الفكر الاسلامي بيتسع لشيء مختلف. كلمة يتسع غير كلمة انه يقول الكافر او مسلم. الكفر والايمان وصف ديني نابع عن توصيف الحالة اللي انت فيها. يعني حضرتك الان انت تؤمن بالله وقد اه قلت قبل قليل كلمات لا تدل على احترام الله لا من قريب ولا من بعض. شو هي الكلمات الا هذا. كلمة يتسع يعني يتيح المجال للحياة وللممارسة الافكار وفق ما يعتقدون. في قرآننا الكريم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. في قرآننا الكريم في قرآننا الكريم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب. هذا في قرآننا. ونحن بقينا بقينا بمكة نجاور غير المسلمين وندعوهم. اجا نصارى نجران يا دكتور زياد نصارى نجران ومساحيين نجران. اعدوا في المسجد النبو ثلاثة ايام والنبي عليه الصلاة والسلام يجادلهم ويحاورهم. رفضوا الاسلام. انا بقول نحن هذا النقاش اللي عم نعمله غلط. الصحيح. نعم. نحن مختلفون حول القواعد والأسس. عم نجي مناقش تفاصيل وتفريعات. يعني انا والست مديل دا والست شروق. وما بعرف اذا او دكتور ما بعرف او الوزير. نحن عم نختلف. هل للدين دور في حياة الناس ام لا. هل يحق للدين ان يرسم. ان يمنع. نعم. هل يحق للدين ان يرسم منهج حياة للناس ام لا. انا اعتقد ان الدين ينبغي. ما اسمه دين. شمان الدين. دين يعني الخضوع. خضوع يعني بامرك. مش بس يا حق للدين. من واجب الدين ان يتدخل في حياة الافراد ولكن بيرضى الافراد. دكتور زياد. بدي ارجع لبرامجك. برنامجك استفتاء على شاشة الام تي في. اليوم اذا منفوت منبحث على جوجل ما منشوف على يوتيوب ولا حلقة. مش بس الام تي في. البي سي كمان ما بتشوفي ولا حلقة. ليه? لانه ما بعرف لانه بيستهضموني كتير بالام تي في وبالالبي سي. حقيقة. يعزوني يعني شخصيا. اذا في معزة لدرجة قوية انه هني بيطبعوا اللي بيقول ومن الحب ما قتل. بقى هون صار. وبالاو تي في حد سبيل حرج كمان. هون اتشخصنة الامور. هون. اكيد شخصنة. اكيد شخصنة. لما نعمل بالاو تي في حلقة عن تلتعاش تشرين اللي هي اخر حلقة من محام الشيطان. نعم. يلي هو البرنامج الوحيد بتاريخ التليفزيون العربي الحديثي اللي يقرخ الحرب اللبنانية بتلاتة وتلاتين حلقة. عملتو انا و جوزيف ارداحة. عملنا اخر حلقة عن تلتعاش تشرين. كان في ناس مع العماد عون اللي هو رئيس هلا الجمهورية. وناس ضد. وكان ممثل تيار الوطني الخر صار يعطرد الدكتور بسام هاشم بعدين بتذكر. قال ما بتخلونا احكي كان فيه خمسة غيره. لنالهم بلا. بس في خمسة غيرك. صار يهددنا انو الحلقة ما بتطلع على هوا. وقلت له انت حر لا انا بدي كفي الحلقة. قال لي انا بترك. ترك وما طلعت الحلقة على هوا. وهيمنى الاكزامبل الوحيد. نعم. من وقت ما بلشت هيك يعني بالتلاتة وتسعين. عملت اول برنامج اه حواري مباشر اسمه انا الشعب على تليفزيون المشرق. ولكن لم يتسنى لللبنانيين انو يحضروه. لانو تليفزيون المشرق بوقتها كان يغطي بعض الاماكن من بعض الشاطئ اللبناني. اوكي كان اسمه انا الشعب. عملت حلقة عن الوجود السوري بلبنان. عملت فوكس بوب بالمناطق الشرقية. اللي هي ضد الوجود السوري وبتعتبره ولا تزال احتلال وانا منهم. ومنطقة تانية يلي بتعتبره حليف وصديق. طلعنا اول روبورتاج يلي هو بالمناطق الغربية. ما كان يسمى مناطق. بكره هالتسمية بسيك انتو سمى. انو السوري ما في منو والسوري فادنا والسوري والسوري. بعد شوية انا وعم بشتغل الحلقة. بيحكيني بعدني بتذكر مدير المسرح اسمه علي. الله يوجه له الخير. نسيت اسم عائلته. بقل لي السيدة انديل. السيدة انديل مادام انديل. شالت الروبورتاج الفوكس بوب طبع الشرقية. انا ضليت بوكر فيس يعني ما حدا انتبه علي. بس بس خلطت الحلقة قلتلهم مشاهدين للكرام. هاي اخر حلقة من انا الشعب. شكرا للكم. باي باي. وقفلت البرنامج. هيدا لبنان. هيدا لبنان. هيدا الشعب اللبناني يلي بيدبك للحرية والسيادة والاستقلال. هيدا هو ما بيقدر يحمل كلمة المختلفة. يا دكتور زياد شو هالشعار. ما حدا بيركب على ظهريك. اذا ما بتنخي. اولا. تانيا ما في ناس بتخوف. في ناس بتخاف. مريم المجدلية اللي كانت تعطى بارزانيا. المسيح صفح عنا. وقال لهم من لم يكن منكم بخطيئة. فليرجومها بحجر. وحبة. وتقريبا حتى من بمستوى الاديسين. طيب فهمنا انه الجنس مش خطيئة وانه العفة بالقلب. مش مش جسم. يعني فيني يكون انا نايم مع عشرة تلاف مرة وعندي عفة بقلبي. العفة قرار. وفيني يكون انا مش شايف مرة ما بتاخد. وانا ليه بستيابة. وكون انجس انسان خلقته الطبيعة. راضيعة. في نزق فلو. وبالتالي العفة مال عليها بالجنس. كيف يعني انسان بده يعمل زير نساء وينام مع الف امرأة ويجيب الفين ولد. متل الفيلسوف اللي شو اسمه الجانجاكروسو اللي كان عنده سبع اطفال غير شرعيين. نعم. وثم يا خريتين منقول ورا شو هذه العفة والعفة في القلب. اذا لم يكن. العفة قرار. اذا لم يكن ما في القلبي. اذا لم يكن ما في القلبي مترجما على الاعضاء سلوكا فهذه ده دعاوى يكذبها الواقع والافعاد. ما في حوار هو. ليه ما في حوار. ليه ما في حوار. انا فوق النصوص. ابونا صليبة. انا اول مرة بلتقى فيها الازيادة على الهواء وبيدي اشكره مباشرة. لانه حلقاته مشاتر يحكي. خلاني اتجذر بايماني. نعم. وخلاني تحية للأم تيفي اللي وقفت استفتاء. تحية للأو تيفي اللي وقفت البحام الشيطان. انا انا من واجهة هي قدم تحية لكل التليمزيونات والمحطات اسلامية. تحية للجديد لسقف حريتها الاد عالي. اللي خلتنا وسمحت لنا نقدم هيك برنامج ونناقش هيضا الموضوع وما توقف يعني. المجتمع اللي عم يرجم وبعض رجال الدين هن اللي عم يرجموه مش لمحطة. انا ما بخاف على المجتمع اللبناني اذا فيه زيادة نجام وفيه زيادة نجام مش موجود على الشاشة. انا زيادة نجام ايكوني لكسر المحرمات. زيادة نجام له فضلة علي انا بتربيت الدينية والتزام الديني لانه السقف اللي علاه زيادة نجام خلاني اتجذر بايماني وابحث اكتر بالمواضيع الايمانية لقدر حاول ان يجاوب على طريقاته. انا مع كسر المحرمات لانه هي بتدفعني ان يكون انسان واعي اكتر انساني اكتر. انا فعلا يعني بحييك لانه. وبدي اول مرة اشكره لزيادة نجام على جرقته وعلى هالنفس اللي بعضه عم يحارب فيه لاخر رمك. وهيضا النفس له كتير فضل عكتير من رجال الدين انه يعدوا ويتعلموا ويقروا ويطعبوا عحالهم ليقدروا يقاربوا هالكلام. رحن